السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناة حلوية مريم نتمنى انكم كامل تكونوا بخير وصحة جيدة جيدة جدكم طريقة عامل بنيون بريستيج لا تنسوا الاشتراك في القناة وجمل الفيديو هنا عندي بسكوي بيمو ولا بيتي برغ ولا عندي زوج باكية تزوج 400 غرم اللي كنت تحنتوا هكذا رقيق واختياري لوز ولا كوكو تقدروا تضع 300 غرم هنا عندي كيلا من ججلان محمص ومطحون عندي هنا كيلا من حلوة الترك وهذا اختياري كانت اضافة من عندي قليل بيستاش يعني كل واحدة ومقدر التحت قدروا أن تكتافوا ببرك بالكوكو وهنا بشن المون هاد البني وين عندي كصرانة كيما راكم تشاهدت فيها البلارات على العسل وعندي ثانيك نوتلا ثانيك بلارا كيمرا كنت شوفوا هكذا صغيرة قدرتهم يعني فكسرونها دابو شوية ودخلهم يعني تنحوها من النار ودخلهم الداخل هكذا بش ما يجمدوا لكمش هنه نبدأ نخلط كامل المكونات ونحتاجوا كذلك تقريبا 100 غرم من زبدة زبدة طارية هنه نضيفوها من بعد هنه نضيفت كامل المكونات الجفة اللي عندي هنه نبدأ نضيف العسل غير بالعقل نضيفتانك نوتلا لما عندهاش هاد الشوكولا نوتلا ولا اتغطيني تقدر يعني تدوب كمية من الشوكولا تقريبا زوج اولى بت 400 غرم اضفت هنا يا 100 غرم من زبدة طارية هنالعسل وشيكولا عندي راهم دافين نخلط هكذا ونضيف غير بالعقل شوية 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 حتى كيا وعلى فكرة يعني الشوكولا كدوبوها لازم نضيفو لها كمية من الحليب هنه كما راكم تشوفو هاده هو هنه عندي موسيليكون انا اخترت هاد النوع اللي فيه مدور فيه بابيون وهذا يبقى اختياري لكم يعني وش عندكم هنه كما راكم تشوفو نعطلو اقبل لا فرم نضغط عليه بهذا الطريقة من بعد في صينيه هكذا نبدأ نحي بالوحدة كما راكم تشوفو را خدا الشكل بتاع هاد المول نحيهم كامل وهنا يدوبة شوكولا تاعي شوكولا نواه ولا قولي يعني خاصة ردو بالكم يعني تكون خاصة بالحلويات ماشين امبورت هنا عاود تخسلت المول سيليكون تاعي ونحط فيه كمية من شوكولا تقريبا مغرفة كبيرة هكذا في كل في كل مول نحاول نطلع هكذا شوية برك في الجناب ونعاود نرجع الحبة داخل المول بيانسور لازم تضغط عليه مليح مليح ودخله مليح باش ياخد لكم الكميات على الشيكولا بعد ما نكمل لنا كامل المول هادا تاعي راح ندخلو داخل الكنجلاتور لمدة خمس دقايق يعني متلع تحت الخمس دقايق على حسب كونجلاتور تحكم من بعد خرجتو هناك مرة راكم تشوفو راحكم وروحو بهاد الطريقة نخرجهم كامل نحطهم على جنب وبالنسبة للتزيين انا اخترت اني نسبة غبرك هادوك لهادك البابيون عندي هناك كما راكم تشوفو مولمع غدائي انا اخترت دوغي دهبي والفضي هادا اختياري طبعا هاكدا اخذو بانسو يكون صغير بهادا طريقة هادا هو الشكل النهائي هنا راح نزيد ونوري لكم تانيك بالدهبي كيفاش يجي وهو ليك البنيون تاعنا بعد ما كملتو كامل حطيتو في كيسات هادا هو الشكل النهائي تاعو يعني جوني طالبت كثير على وصفة البنية وين خطرت اني ندرككم بنيون بخيستيج انتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة تعجبكم والسلام عليكم